وفي خبرنا هذا ننتقل إلى سوق الطاقة حيث تراجع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 16 سنة ليستقر بذلك عنده مستوى 79 دولار و 98 سنة وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترون الكويتية كذلك عالميا فقد تراجعت أسعار النفط العالمية خلال جلسة تداولات اليوم إذ أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب على الخام المقوم بالعملة الأمريكية إلا أن تزايد مخاطر تعطل الإمدادات وسط الصراع في البحر الأحمر حد من هذه الخسائر هذا وتجدد أو تجدد المخاوف من عدد من المستثمرين تجاه أفاق تعافي الاقتصاد الصينية وذلك بعد صدور بيانات رسمية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بواترة أقل من المتوقعة خلال الربع الأخير من العام الماضي